قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري إن الهيئة وضعت خطة لخفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع على حد سواء لتصل إلى حوالي 12% عام 2020 ووصف تخفيض الفاقد بأنه أولوية لقطاع الكهرباء سواء أكان الفاقد فنيا أو ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية وأوضح المهندس لحياري أن الهيئة تسعى للوصول إلى نسبة فاقد عام 2020 مقدارها 81% على النظام النقل وحوالي 10% على النظام التوزيع مشيرا إلى أن نسبة الفاقد لدى شركات توزيع الكهرباء تراجعت عام 2016 مقارنة مع عام 2015 بنسبة مؤثرة وقال إن هذا التراجع جاء نتيجة التزام شركات توزيع الكهرباء بتوجهات الهيئة من خلال الخطة التنفيذية لخفض الفاقد التي تعدها الهيئة مطلع كل عام استجابة لتوصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وأضاف المهندس الحياري إذا ما استطاعت الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الوصول إلى حوالي 10% عام 2020 فأن القطاع سيكون قد حقق نقلة نوعية في النظام الكهربائي في المملكة ترجمة نانسي قنقر